افتتح محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور المركز اللوجستي المركزي لدعم غزة في مدينة العريش وأكد المحافظ أن المركز يقام على مساحة عشرة ألاف متر مربع ويعد أول مستودع جمركي مملوك لجهة إغاثية وهي الهلال الأحمر المصري ويحتوي على كافة المساعدات المقدمة لغزة للحفاظ على سلامتها كمرحلة أولى كما كرم المحافظ المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري الدكتورة عمال إمام بمنحها درع المحافظة تقديرا لجهودها ودور الهلال الأحمر خلال أزمة غزة